إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك وإذا نلت محبة الله ماذا فقدت لم تفقد شيئا وإذا غابت عنك محبة الله ماذا وجدت لم تجد شيئا النتائج والسنار والخصائص والآثار التي تترتب على محبة الله لك لا تعد ولا تحصى منها إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق وإذا أحبك الخلق فهذا رأس مال لا يقدر بثمن أن يحبك الناس أن يحبك من حولك إذا أحبك الله منحك الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بدخل محدود والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بدخل غير محدود الإنسان إذا أتي الحكمة يسعد بزوجة من الدرج العاشر والذي لم يؤتى الحكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى الإنسان إذا أتي الحكمة يجعل من العدو صديقا والذي لم يؤتى الحكمة يجعل من الصديق عدوا يعني عطاء لا يقدر بثمن إذا منحك الله الحكمة والحكمة تؤتى من الله مكافأة على إيمان المؤمن واستقامته على أمر الله وهي من سمار محبة الله أن تؤتى الحكمة إذا أتاك الله الحكمة أعطاك السكينة السكينة حالي من الرضا من السعادة من التفاؤل من القوة من الثقة بالنفس من سداد الرأي من صحة الرؤية هذه السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء سعد بها أهل الكهف وهم بالكهف وشقيا بفقدها ما كان في القصور سعد للسكينة سيدنا إبراهيم وهو في النار يا نار كني بردا وسلاما على إبراهيم هذه السكينة سعد بها سيدنا يونس وهو في بطن الحوت هذه السكينة سعد بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار والإنسان قد يؤتى مالا وفيرا وصحة وقوة وذكاء ولا يؤتى الحكمة فهو أشقى الأشقياء لذلك قيل إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين السكينة أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان هي سمارة من سمار محبة الله يعني إذا أحبك الله شيء لا يتصور أن يحبك خالق السماوات والأرض الذي بيده كل شيء الذي بيده من هم فوقك ومن هم تحتك ومن هم حولك الذي بيده صحتك وأهلك وأولادك الذي بيده حياتك أو موتك ورزقك لذلك الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء وإذا فاتته معرفة الله فاته كل شيء من معاني محبة الله لك أن يلهمك الرضا ترضى عن وجودك وترضى عن وضعك وترضى عن دخلك وترضى عن أهلك وأولادك الرضا أحد أسباب السعادة فالمؤمن راضي والله الذي لا إله إلا هو لو شققت على صدر مؤمن عرف الله لرأيت فيه من السعادة ما لو وزعت على أهل بلد لك فتهم الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قال علماء التفسير ذكر الله أكبر ما في الصلاة لكن بعضهم قال ذكر الله لك وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إن ذكرك منحك الرضا منحك السكينة منحك الحكمة منحك نعمة عزت على معظم الناس منحك نعمة الأمن نعمة الأمن شيء لا يقدر بثمن قد ينجو الإنسان من آلاف المصائب لكنه خائف وأنت من خوف الفقر في فقر نعم وأنت من خوف المرض في المرض وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها الآن في عنا أزمات قلبية سببها الخوف من أزمة القلب نعم لذلك حينما ألف كتاب دعي القلق وبدأي الحياة طبع منه خمس ملايين نسخة هناك قلق في العالم سببه البعد عن الله ألا بذكر الله تطنئن القلوب